الشاعة الانتشرت هالأيام أنه هناك رقي مستورد وبالتحديد من سوريا يجي محقون ببادة سمية أو مواسمية وأمراض معينة فالناس متخوفة وعلى أساس هناك من يقول هناك تسجيل إصابات في إحدى الدوائر الصحية في إحدى المدن وناس تقول لها أكون ناس توفت ولحد الآن للأسف نحن نتمنى دائماً من الجهات الرقابية أنه يأما تفند هذه الأمور أو أنه تأكدها للناس إحنا حتى نعرف حقيقة هذا الموضوع ونقف حتى شائعات لا تنتشر بشكل كبير ينضم إنا عبر الهاتف السيد زياد طارق وهو مدير إعلام وزارة الصحة حتى يسول فينا أكثر عن هذا الخبر وهذه الشائعة الانتشرت بشكل كبير بين أوساط أهل المدينة مرحبا سيد زياد سيد زياد للأسف نقطع الاتصال ونحن نعود الاتصال به لأنه الموضوع مهم جداً وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت الخبر بشكل كبير والناس تفاعلت بشكل كبير لنعرف حنا فصل الصيف الناس يكون الرقي من ضمن أساسيات المائدة يعني خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاعات التيار فيكون الرقي هو مصاحب لا يوجد أحد يجعل بيت إذا لم يكن شايل ويا ردية رد نعرف هناك يمكن قد تكون أسباب قد تكون هناك شائعات لها أسباب تجارية معينة لكن موضوع أنه يجي ويمس حياة الإنسان لازم أنه نقف عنده نضم إنا مرة أخرى سيد زياد طارق حتى نسمع أخبارها أو نسمع ما هو تعليقها عن هذا الخبر مرحبا سيد زياد حياة كلها دكتور ماكو فرق إن شاء الله طيب الموضوع انتشر بالشكل كبير وأكيد وصل لك خبر دكتور زياد شنو تعليقك عن القضية نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على تصريبه على هذا الموضوع مثل ما حضرتش اتطبرت في مقاعدتش أنه الكثير من الإشاعات ترضى هنا وهنا لكن أحيانا هناك إشاعات تستحق الرد عليها هناك إشاعات يعني ما أعرف شونا بصفة بس لكنه هي مجرد تقدر التوصيل يعني عدنا التعبير إنه توصل لها من حتى السذاجة أنه الرقي اللي جاي من سوريا محكوم بمادة الآيز وغيرها وكذا من هالمثال من الناحية العلمية يعني الآيز ينتقل عن طريقة السوال الحيوية طيب ولذلك أنا في بداية حديثي قلت لشاني طبيب حتى الناس تعرف أنه انتنا نتحدث بعلم وبالتالي يطمع النون أكثر إن شاء الله ماكو فرق سيد أو دكتور نفس الشي طيب السوال الحيوية شن يقصد بيها الدم إفرازات الجسم اللعاب من هذه المسائل هي فقط اللي يتنقل فيروس الأيز طيب أما مثلا السوال مثلا يعني مثلا مصرط نباتي أو وسط حيواني هذا لا ينقل الأيز والأيز لا ينتقل لعب الماء ولا لعب الطعام ولا لعب الشراب نعم طيب بالناس تطمعنا نسام إنه هذه الإشاعة إشاعة جدا لا ترتقي إلى مستوى إنه واحد ممكن أن يرد عليها طيب يعني موضوع الأيز انتشر ممكن بالساعات القليلة الماضية لكن هو مواد سمية انتشرت بالشكل كبير أبدا حتى هناك مادة أخرى نعم هل قمتوا بفحص طيب هل قمتوا بفحص الرقي يعني حتى الناس تطمن مئة بالمئة أم لا فقط استردتوا على التعليمات اللي عدتكم أو الدراسات اللي عدتكم نعم هو سيدة الفاضلة نعم نحن ما نبحث لا رقي ولا النباتات ولا تتشارمهم من اقتصافهم فبالتالي هو لا توجد أي حالة ولا لم ترد أي حالة وفاة ولا لم ترد أي حالة تسموم نعم نستطيع يعني إحنا متوصلين إلى دوارنا الصحية عن طريق التواصل الإلكتروني نعم وفي مثل أي حالة مثل شبهة أن تكون هناك شبهة جنائية بأنه حالات تسموم نعم إذا مزارة الصحة لم تسجل أي حالة لا حالة تسموم ولا حالة وفاة بالموضوع مثل ما انتشار لا حالة تسموم ولا حالة وفاة لكنه اليوم تجو العام في العراق جو إشاعات خسر نعم يعني هناك تسقيط سياسي هناك تسقيط تجاري مثلا تاجر عنده مثلا يريد يروج لبضاعة معينة وإحنا شفناها حتى في مجال الأدوية اللي هو مجانة مثلا قبل فترة سألت إشاعة أنهم مادة الأنبي كلوب شادي محقونا في بارس العيز ومحددين يا شركة بالضبط نعم وهذا كلها مجرد إشاعات يعني وكنا نعرف نحن مصدر من هذه الإشاعة اللي هي تسقيط تجاري بين تجار فلان يستور الدواء وفلان يستور الدواء فبالتالي هذا الجو الخصص نتمنى أنه الناس لا تتفعلوا إياه هذا الطريقة من التفاعل وإحنا اليوم صار عندنا فتشية مشكلة اسم الفيسبوك بقدر ما أن الناس تتواصل اجتماعيا وفتشية طيف أنه تعرف أخبار البعض لكنه أصبح مصدر للإشاعات والتناقل للإشاعات بشكل غريب وكبير جدا نعم طيب دكتور زياد ليش ما حاولتوا أنه يعني مثلا إحنا اتصنا بي كان المفروض أن وزارة الصحة أيضا تأخذ على عاتقها نشر التوعية قبل انتشار الشاعة بشكل كبير يعني الشاعة صالها فترة واليوم اتطورت بشكل كبير وملحوظ بين أهل المدينة كان المفروض أنه يكون لكم دور أقوى للصد من هذه الشاعة يعني أقول وجهة نظرة صحيحة ومو صحيحة مرة إحنا إذا قاعدنا نتفاعل بسوية الإشاعات نترك عملنا نوم بس مجرد أنه هناك مئة إشاعب اليوم تنطلق ومن المعقولة نربك نفسنا ونربك الناس هذا صراحة ما صايرة فيه غير دولة هذا من جانب بس من جانب آخر علينا أيضا أنه نطمن الناس وهذا بدوعنا الماقم نبيه أنه حبينا نتأكد أنه هل هناك شيء تصرنا بالدوار مالكنا وأبلغنا أو شوينا بيع الصحة فيه وذكرنا أنه لا توجد أي شيء من هذا القبيل وعنا مثل ما قلت لش من يقف خلف هذه الشرعة قد تكون تسقي السياسي أو تسقي التجاري أو شيء من هذا القبيل نعم لكن المفروض أن يكون حتى لو تقولوا مئة إشاعة في اليوم هذه مبالغ بها الرقم هي إشاعة صالها فترة تعرف إحنا العراق يعني بلد الإشاعات خلي إذا أردنا نسميه فالمفروض أن يكون هناك تواصل كل دائرة نعم كل دائرة هذا عدد لك الإشاعات اللي حاليا ننسى موجودة لكن هذه انتشرت المفروض أنه نطمن الناس أنه اليوم هناك يعني ركود كبير لسوق الرقي والناس تدري معتمدة عليها بالشكل الكبير شوفي وصراحة كنت أتحدث مع أحد الزملاء من قناتكم اليوم ظهر هذا اليوم لما كان يحاول يرسل هذا اللقاء كنت لحتى الإشاعات اللي تطلق في غير بلدان ترتقي إلى مستوى من النضج لكنه نحن المشكلة ضعف الوعي صحي لدى المواطن العراقي خلي صدق أي شيء نعم ولذلك نحن نتمنى يكون هناك تعاون بيننا أكثر حتى نضمن الناس بشكل كبير حول كل هذه المواضيع نحن متواصلين ولذلك أنا ما أرفض أي دعوة وما أدخل بوقتي في أي وقت من أجل أنه حقيقة لنا هذا ما يسمح بوقتنا ووضعنا في حيث أنه نتواصل مع الناس في غير نعم ولذلك شكرتش نعم نحن أيضا نشكرك شكرا جزيلا ونطمنتنا وطمنت الناس أنه هذه شائعة 100% سيد زياد طارق مدير إعلام وزارة الصحة شكرا جزيلا إليك ونرجع مرة ثانية ننفي الموضوع جملة وتفصيلة وزارة الصحة لم تسجل أي حالة لا تسمم ولا وفاة بهذا الموضوع وهذه مجرد إشاعات من أجل يعني مثل ما يعني نعرف قد يكون هناك تسقط تجاري هناك ناس تريد تستورد من مكان آخر أو هناك منتوج محلي راكد فعلى حساب يعني نحن نتمنى من التجار أو من الناس اللي تبث إشاعات يعني هلا هلا بالناس ما يصير يعني هذه هي أرواح ناس وناس تخاف وأكوناس جوز إكلت أكوناس نفسيا بعد النقلة الرقية تحسن أنه وصار بها فالشي نتمنى من الناس يكونون أكثر وعي وهذه الإشاعات حقها الناس أنه الناس تخاف ومن حقها وإحنا نتواصل أكثر أي إشاعة تسمعونها أي خبر تسمعونها حتى إحنا نوصل إلى الجهات المعنية ونطمن كل أهالينا